اشتركوا في القناة ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة واحدة من جميلات السينما المصرية التي زاع صيطهن في السبعينيات والسمانينيات وذلك بالتزام مع شقيقتها الفنانة بوسي زوجة الراح النور الشريف الا انها لم تستكمل مسيرتها الفنية وقررت فجأة الاعتزال في منتصف التسعينيات وارتداء الحجاب وهي في اوج مجدها اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري هي من موليد 18 يونيو عام 1954 اي انها تبلغ من العمر 67 عاما وتخرجت في كلية التجارة ثم بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات من خلال بعض الادوار السنوية حتى لفتت انظار المخرجين وحصدت ادوار البطولة امام كبار النجوم ومن اشهر الافلام التي شاركت بها العار وجري الوحوش وغاو مشاكل ونهر الخوف وزمن حاتم زهران والشياطين ومضى قطار العمر ويا رب توبع وصراع الاحفاد وامرأة ضلت الطريق لن تصدق كما عدد ازواج الفنانة نورا الفنان حاتم زلفقار تعرفت الفنانة نورا على حاتم زلفقار اثناء تصوير فيلم عن ترشاي السيفو وتحديدا في مشهد الاختصاب الذي جمعهما سويا وبعد الفيلم قرر حاتم التقدم لخطبة الفنانة نورا في البداية رفض والد حاتم زلفقار الزواج ولكن حاتم اصر وبالفعل تقدم لخطبة الفنانة نورا التي اعربت ايضا عن حبها له واصبحت قصتهم من اشهر قصص الحب في السمانينيات وجمعت بينهم قصة حب عنيفة وتزوج في حفل ضخم حضره عدد كبير من اهل الفن وكان الفنان الراح النور الشريف شاهدا على عقد القران اقام حفل الخطبة وسط الاهل والاقارب وبعد فترة عقد حفل الزفاف في قاعة بالمادور بفندق مريديان بحضور لفيف من نجوم الفن منهم الفنان الراح النور الشريف والفنان يحيى الفخراني والفنان محمود ياسين والفنان عاد الإمام وغيرهم الكثير من النجوم لكن بعد مرور اشهر على الزواج طلبت الفنانة نورا الطلاق والسبب كما صرحت في احد الحوارات الفنية انها اكتشفت شخصية اخرى في حاتم زلفقار غير التي عرفتها منذ الايام الاولى للزواج وظهر هذا التباعد بينهما عندما دعمتها الاعلامية سلم الشماع في برنامجها زوم كاحدث زوجيا في الوسط الفني حاول افراد الاسرة التدخل لحل المشاكل بين الفنانة نورا والفنان حاتم زلفقار لكن الفنانة نورا اصرت وصرخت وصرحت انها لا تطيقه ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الاسرة ان تنجح لكن حاتم زلفقار فاجأها بطلب سمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليها وبسبب هذه المشكلة الغي حفل عيد ميلاد الفنان نور الشريف التاسع والتلاتين والسبب الرئيسي لانفصال الفنانة نورا عن الفنان حاتم زلفقار هو ادمان الفنان الراحل المخدرات ولكنه لم يعترف بذلك وقال في لقاء تلفزيوني مع برنامج ساعة صفا ان طلاقه من الفنانة نورا يعود لخلافات عديدة في الاراء والطباع الى جانب شقيقتها الفنانة بوسي التي اشار انها من الازباب الرئيسية وراء الانفصال هشام طلعت مصطفى وتزوجت الفنانة نورا للمرة الثانية من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى على الرغم من معارضة والده حينما كان عمره 34 عاما وكانت تكبره هي بسلسة اعوام ونصف ووفق ما كشفت وسيقة صادرة عن دار الافتاء المصرية والتي اوضحت ان رجل الاعمال طلق الفنانة نورا سلسة مرات وحاول ارجاعها في المرة الرابعة بالزهاب للمفتي انزاك حسين طنطاوي ولكنه لم يفلح ويقال ان والد هشام هو من اجبره على تطليق الفنانة للمرة الثالثة وتوسيق الطلقتين الاولى والثانية ولكنه لم يعرف ان ابنه سيقود العائلة الى ورطة اكبر تكمن في ارتكاب جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها وتكشف الوسيقة الصادرة من دار الافتاء المصرية ان الحياة الزوجية لم تكن مستقرة بين هشام ونورا خاصة ان الذواج كان ضد رغبة الاسرة وتحديدا الوالد طلعت مصطفى ومن العوامل المساعدة لارتباك الزواج بينهما ايضا المزاج المتغير لهشام يضاف لذلك طبيعة الزواج بين فنانة من اسرة فنية فهي شقيقة الفنانة بوسي وهشام ابن رجل اعمال عصامي فلاح من المنوفية تمرد على الريف وهاجر للاسكندرية تجمعت له الثروة خطط حياته ان يشاركه ابنائه في تنمية ثروته ويدرك الاب طلعت مصطفى بحنك شقاء السنين وحكمة فلاحي الدلتة ان اللعب في الوسط الفني يمكن ان يهدم كل ما بناه فالمليارات تضيح تحت اقدام النساء الجميلات القادرات على الغواية لم يكن الاب طلعت مصطفى يدرك وقتها ان ابنه ربما يقع في مصيبة اكبر ويتهم في قضية مقتل سوزان تميم لتكبر الفضيحة ولا احد يعلم الحقيقة لان شخصية هشام طلعت نفسها غامضة تميل للمغامرة وتسعى للتملك وليس العقارات فقط ولكنه تملك من نوع خاص انه تملك النجوم بدأت الفنانة نورا حياتها الفنية في سن صغير في ستينيات القرن الماضي وقدمت بعض الادوار الصغيرة كالكسير من الفنانات الا ان بدأت تنهال عليها الادوار فيما بعد وشاركت كبار النجوم والنجمات البطولة المطلقة اعتزال الفنانة نورا روات الفنانة عفاف شعيب في حوار صحفي سابق قصة اعتزال الفنانة نورا في عام 1996 حيث اوضحت ان الفنانة نورا اعتزلت وارتدت الحجاب داخل شقتها مضيفة انا كنت متعودة قبل اعتزالي ان تناوب ختم الكرآن الكريم في بيتي مرة وفي بيتي كل فنانة من صديقاتي مرة اخرى المهم كان ختم الكرآن ذات يوم في شقتي بالمهندسين وكان القارئ وقتها يتلو قوله تعالى واسقالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين في هذه اللحظة صلت الفنانة نورا ووقفت خاشعة كأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة فاهتزت بشدة واحمر وجهها ونهمر سيل الدموع من عينيها وهي تتابع آيات الكرآن التي تتحدث عن السيدة مريم العذراء وتابعت الفنانة عفف شعيب قائلة كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر الينا جميعا وقالت انا يا جماعة خلاصها اعتزل الفن تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة نورا التي تخطت سن السابعة والستين من العمر ونورا من موليد القاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي حاصلة على بكالريو استجارة واعتزلت التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب بسبب آية كرآنية الفنانة بوسي تكشف عن الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وتكشف حقيقة وفاة شقيقتها الفنانة نورا انتشرت في الفترة الأخيرة بالصحف والمواقع الإلكترونية الخاصة بأخبار الفنانين الكثير من الأخبار عن تعرض الفنانة المعتزلة نورا إلى أزمة صحية طارئة فشلت معها الحلول الطبية داخل البلاد مما اضطرها للسفر للعلاج خارج مصر خاصة وإنه في آخر ظهور كانت تبدو في حالة من الزيادة في الوزن وبدت عليها علامات التقدم في السن والإجهاد ولم تظهر إعلاميا بعدها لتكثر الشائعات حول سفرها للعلاج خارج مصر هذا وقد خرجت الفنانة الكبيرة بوسي عن صمتها وأصدرت تصريحا صحفيا كشفت فيها عن حقيقة الحالة الصحية للفنانة نورا وحقيقة وفاتها بعد إجراء عملية جراحية عاجلة وأكدت أن شقيقتها بخير وهي تتمتع بحالة صحية جيدة وأن علامات التقدم في السن شيء طبيعي لكل إنسان ولست خاصة بالفنان فقط وإنها تتعجب من انتشار مثل تلك الأخبار التي تزعج الأسرة لمجرد ظهور علامات التقدم في السن على الفنان كما أكدت الفنانة بوسي أن شقيقتها ما زالت تقيم في منزلها ولم تسافر إطلاقا إلى أي مكان خارج مصر خلال الفترة الأخيرة لكنها أجرت عملية جراحية ناجحة داخل مصر كما ادعت الأخبار التي تم تداولها بالمواقع الإلكترونية وبالتالي فإنه لا صحة على الإطلاق لأي من الأخبار التي تم تداولها عن حقيقة وفاة الفنانة نورا وتداور الحلة الصحية لشقيقتها الفنانة نورا